أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقتنا الأسبوعية قلوب لا تخاف النهاردة بنعمة الله هنتكلم على حلقة بعنوان مؤتي الأغاني في الليل مؤتي الأغاني في الليل والآية دي جت في أيوب 35 عدد عشرة أيوب 35 عشرة بيقول كده ولم يقولوا أين الله صانعي مؤتي الأغاني في الليل أليه آل كلام ده ولم يقولوا أين الله صانعي هو فين إلهي هم نسيين ومش بيقولوا إلهي فين لكن أنا لي إله عظيم ولم يقولوا أين الله صانعي مؤتي الأغاني في الليل مؤتي الأغاني في الليل حبائي الرب لما بدأ في الخلق والخليقة خلق الشمس لحكم النهار وخلق القمر لحكم الليل وكلنا بنفرح لما بنشوف شكل الأمر بالليل وبيبقى جو هادي رومانسي كده وبعد يوم طويل لما بنعد وبنشوف النور بتاع الأمر بنهدى وبعد يوم طويل لما بنيجي عايزين نستريح وبيكون عناء يوم كامل وضغوط يوم كامل جات على حياتنا فبنقول خلاص أهل ليجي دلوقتي هنرتاح خلاص دلوقتي الولاد ناموا خلاص وقت الراحة جي وكل واحد فينا بيرتاح قوي لما يبتدي الليل ييجي علشان نهاية وعناء يوم كامل بينتهي وبنروح علشان ننام علشان الجسد ياخد قسط من الراحة وعلشان يستعد لطاقة جديدة في اليوم الجديد ده اللي احنا بنعمله لكن أول ما بنروح علشان نستريح ونام الجسد بيبقى منهك قوي بيبقى تعبان قوي بيبقى فعلا محتاج ان يرتاح وينام لكن للأسف مش دايما الزهن بيكون كده معظم الوقت بيبقى الزهن صاحي الزهن بيفكر الجسد تعبان ومنهك قوي لكن الزهن بتاعنا بيبقى عمال يفكر ايه اللي حصل معايا النهاردة وليه فلان قال لي كده وليه فلان عملت كده وليه جاني التليفون ده وليه حصل كذا وليه تكلموا معايا بالطريقة دي وليه بكرة مش عارفة عندي ميتنج معاهم وليه وليه ويبتدي الزهن يسترجع اللي حصل معايا النهاردة كله والجسد تعبان وعايز ينام لكن الزهن مش عايز ينام عايز يفضل يفكر ويعيد ويزيد ولو سألوني بكرة حقول ايه ولو سألوني الصبح ولو رحت ولقيتهم مكشرين في وشي انا هعمل ايه وهتصرف ازاي ويفضل الزهن ياخد ويدي في اللي فات وفي اللي جاي ويفاجأ الجسد بتاعنا ان النوم ابتدى يهرب منه وبتدى القلق ييجي ويبتدي الضغط ييجي علينا ويبتدي الواحد يتنرفز واحيانا يضطر عشان يوقف مخه يروح ياخد قرصه مهدئ عشان ينام عشان يرتاح ويقوم فعلا تاني يوم الصبح عشان زهنه يبتدي يعيد الكرة مرة اخرى وفيه ناس تاني اخرون يحاولوا يهربوا بزهنهم ويهربوا من زهنهم بانهم يروحوا ملاهي ليلية كازينهات صهارات حمرة يسكروا يعملوا اللي هم عايزينه حتى يخدروا زهن فترة عشان ما يفضلش يفكروا ويعيدوا يزيد وبيشعروا ان ده فيه شيء من الانبساط اه هم بينبستوا وبيلغوا زهنهم شوي بالسكر واللي بيعملوا لكن لما بيصحوا تاني يوم بتبتدي الموال تاني بتاع الحياة لكن فيه ناس مؤمنين حلوين بيحبوا الرب من كل قلبهم لما يجوا يناموا بيبقوا ريلاكس جدا معتمدين ومتكلين على الرب صانعهم وخلقهم وتلاقي مؤمن حلو كده واخت مؤمنة حلوة لما يجي ينام فيه ترانيم جوه شغالة العقل البطن جوه بيرنم ترانيم انا سمعتها النهاردة او من برح او من فترة وصل اها شغالة جوايا ودام خليني ريلاكس خليني منتعش روحيا مش بيحصل كده واو المروح انام انام في هدوء وفي سكينة وفي راحة وانا شاعر ان الاله القديم ليه ملجأ والاذرع الابدية من تحت فئة كتيرة بيجي عليها الليل بتصرفات مختلفة جدا من شخص اخر بيفرق اللي جوه بيفرق الزهن بتاعنا من شخص اخر ولما الشخص المؤمن يبقى فيه اي عائق او مشاكل بتقابله يقول الهي هيدبر الهي هيتصرف الهي رائع ومش هشيل الهم هو شيل الهم انا مش هشيل الهم بنعمل كده مؤتي الاغاني في الليل مؤتي الاغاني في الليل لما روح القدس جاب الآية دي جواي واقصادي واقعدت افكر ما هو الليل الذي ستأتي فيه الاغاني ما نوع هذه الليالي وهذا الليل هل الاغاني بتيجي كده خبط كده زي ما بنقول مرة واحدة لا ده الله علشان يوصلني اني اغني واهتف وارنم واقول انا لي الى عظيم الله بيعمل خطوات كتيرة في الحياة معايا ومعانا كلنا ككنيسة بيعمل حاجات كتيرة جدا عشان اصل للنقطة اللي اكون فيها ساتسفاي وهادي واقدر اغني بين الناس اغني بين الناس واقول انا لي الى عظيم انا لي الى عظيم عدت افكر ايه هي الليالي وماذا يصنع الله لي في الليالي الحياة المختلفة لا اقصد الليل اللي هو الظلمة والظلام والمساء لكن قد تكون عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة في ليل غامق دارك مظلم ليل المرض وبتعاني معاناة فعلا شديدة عليك قد يكون ليلك ديقة مالية جديدة قد يكون ليلك مشاكل من اقرب الناس لك ولا تشعر بالفرق بين النهار والليل لان الدنيا ضغط عليك وحاسس كله ليل كله ليل قد يكون اضطهاد في الشغل بتاعك قد يكون ضغط من اولادك او ضغط من والديك او ضغط من اي افراد عيلتك تكون ظروفه احسن منك شوية فبيضغط عليك حاسس ان انت الاقل وانت اللي لازم تستحمل ضغط 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 بيخلي الحياة غمقة بيخلي الحياة فيها ليل بيخليني مش حاسس بالنهار مش حاسس بالشمس اللي طلع مش حاسس بولا حاجة الدنيا مغيمة قصادي انا تعبان الدنيا ليل حتى لو كانت الشمس طلع فالدنيا ليل قدامي النهاردة روح القدس جاي على ليلك ايا كان هو ايا كان هو عشان يحولوا الاغاني عشان يحولوا الاغاني لانه هو وحده مؤتي الاغاني في الليل هو وحده فيش حد معا مؤتي الاغاني في الليل الهنا الرائعة ده الهنا العظيم ده لما سألت قلت له ما هي الليالي التي تأتي فيها يا أبي فلمع قدامي شوية نقطة هشاركهم معاكم النهاردة بنعمة المسيحة لقيت الله بيجاو بيقول قاتي في الليل بالإعلان والتبشير قاتي بالإعلان والتبشير ثم قاتي في الليل بالإنذار والتحذير لازم باجي بحاجات لازم بمشي خطوات عشان أوصلك لنقطة معينة قاتي أيضا في الليل بالتأديب والتذكير أنا باجي بكده ثم قاتي بالتبصير والتنوير أنا باجي وأدي تبصير وتنوير لزهنك قاتي بالتنوير وقاتي بالتبصير على زهنك ثم قاتي أيضا بالإكرام والتقدير أنا بقدر أولادي الغليين علي وبقول لهم إيه اللي ممكن أعمله لكم عشان أبسطكم وفرح ألبكم وسآتي بغتة بهتاف بلا تأخير وأنا وحضرتك 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 حنقول له وأنا كمان حجي لك وسأغني لك أيها الرب القدير مؤتي الأغاني في الليل نمرة واحد آتي في الليل بالإعلان والتبشير آتي بالإعلان وآتي بالتبشير تفتكروا الرعاة الأيام ميلاد الرب يسوع اللي كانوا بيحرصوا حراسات الليل ليلا وقاعدين بيحرصوا الغنم بتاعهم في لقى 2-13 وبغتة ظهر مع الملاك جمهور ظهر ملاك الرب وجمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرى آتي في ظلام الليل بالإعلان والتبشير رب جاي يقول لك النهاردة ويقول لك أنا جاي أبشركم بخبر عظيم يكون لجميع الناس ولجميع الشعب أنه ولد لكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب في إعلان النهاردة بيقول لك أنا أتيت لتكون لك حياة وليكون لك أفضل أنا جيت علشان أفتديك من الظلمة أنا جيت علشان أغير شكل خطيتك كإنسان بعيد عن الله لأني أنتم البعيدين صرتم قاربين بدم المسيح إعلان وتبشير جاء بها الله إلينا ليعلن أنه جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك إذا قبلت نعمته إذا قبلت فدائه إذا قبلت خلاصه وقبلت دمه الكريمة الذي سفك لأجلك ستنال الخلاص وستنال بالتأكيد الحياة الأبدية فهو قد جاء في الليل مع حراسات الليل للرعاة وبشرهم بأنهم يولد لكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وقال لهم المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرى لكن ليس فقط أنه قد جاء بالإعلان والتبشير لكنه قد جاء بالإنذار والتحذير الله بيحذر من الاقتراب إلى أولاده أيها الأخ العزيز الذي تفتري على أولاد الله الذي لا تخاف الله فأولاده حاسب 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 أنت بتقاوم الله رأسا حينما تعتدي على أولاده جاي الله يحذرك جاي الله ينزرك النهاردة يقولك حاسب أنت مش قد اللي بتعمله دا الذي معهم أقوى من الذي عليهم دا أنا معهم دا أنا معهم فأنت خاف لأني أنا مش هسيبك لألا فعلا أنا حأزيك لو تفتكروا في تكوين 31 عدد 24 تفتكروا لابان خالي عقوب وحينما تزوج عقوب بليئة ورحيل وترك بيت خاله لابان بعد 20 سنة كان موجود بيخدم خاله وكان معه أولاده وخرج بزوجتيه وأولاده لابان تدارك الأمر وأراد أن يتعقبه ويذهب إليه ناويا فعلا أنه يأزيه لكن إلهنا الرائع إله يعقوب إله يعقوب يقول في تكوين كده وأتى الله إلى لابان في حلم الليل جاله بالليل وقال له جاله بالليل احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر خلي بالك خلي بالك الشخص ده أنا معاه الشخص ده تبعي فأنا بقول لك هو احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر وأنا بقول لكل شخص بيتطاول ويفتري على كنيسة الله الحي وعلى أولاد الله الحي الرب بيقول لك النهاردة إذا كنت سمعني في أي مكان في العالم الرب بيحذرك وبينزرك وبيقول لك احترز من أن تكلم ابني أو ابنتي بخير أو شر لأن لها يد قوية وذراع رفيعة لأن له الإله العظيم القادر على كل شيء حاسب وخاف من أولاد الله لأنهم أقوى مما تتوقع لأن لهم الإله مالك السماوات والأرض كلي القدرة ومش هيسكت على أي حد ممكن يتطاول على أولاده أني قاتي في الليل للإعلان والتبشير وقاتي في الليل علشان أحذر بالإنذار والتحذير لكن ثالثا أحبائي قاتي في الليل للتأديب والتذكير لو مش هينفع التحذير والإنذار خلي بالك لو مش هينفع حتى لو كنت أيا كان مقامك هتفتري على أولادي هحذرك وانذرك لكن حاجي بالتأديب والتذكير وذكرك أني أنا الله أتعالى في الأرض أتعالى بين الأمم خلي بالك آتي في الليل بالتأديب والتذكير وهذا ما صنعه الله مع فرعون مصر حينما رفض أن يطلق الشعب في البرية ليعبدوا الله وضربهم مرة ومرات بضربات كثيرة وقص قلب فرعون وحينما تقص قلبه قال اسمع موسى أنا حضره بكل أبكار المصريين كل الأبكار بما فيهم بكر فرعون ابن فرعون فبيقول كده في خروج 12 29 فحدث في نصف الليل بالليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر من المصريين فقط الرب ضرب كل بكر في أرض مصر من المصريين تأديب وتذكير أنا بفكرك أنا بفكرك أنك أنت تبقى عارف إيمة أولادي إلا أنا معهم أنا بفكرك في ملوك التاني 19 35 الملك حزقية في أيام الملك حزقية يقول كده الكتاب وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج في تلك الليلة وضرب من جيش أشور حينما تعدى أشور عليهم 185 ألف ضربهم في ليلة واحدة قضى عليهم ملاك الرب 185 ألف في ليلة وفي لحظة ولما بكروا في الصباح إذ هم جثث ميتة جي الرب حارب عنهم جي الرب حارب حروبهم جي الرب دافع دفعهم هو يحارب عنا ونحن صامتون إحنا لينا إله لما بنرفع عينينا عليه بيأتي ويركب الغمام لمعونتنا والسماء في عظمته هو اللي قال ادعوني فأجيبك وأخبرك بعضاء معوائص لم تعرفها أوعت خاف أوعت إلا أنت وراك إله إله عظيم أتى المية 85 ألف في ليلة وحدة في لحظة وحدة كانوا الصبح كلهم جثث ميتة للتأديب والتذكير أنا بقول أن أولادي دول وراهم قوة عظيمة وراهم إله عظيم خالق السموات والأرض كلي القدرة ويستطيع أن يصنع معهم ببأس بس بيمشي معهم بخطوات بيعلن الأول أنه هو الله القادر على كل شيء هو الذي أتى لفداء الإنسان لأنه يحب الإنسان لكن يعلن ثانيا بإنذار وتحذير احترز احترز من أن تصنع أي شيء معي عقوب خيرا كان أم شرا خلي بالك لكن يأتي بالتأديب والتذكير أن هو الله القادر على كل شيء فقد قتل كل أبكار مصر في الليلة في الليلة واحدة مؤتي الأغاني في الليل هو الذي يصنع معنا ببأس هو الله الذي لا يخزى منتظروه واللي بيقولك وبيقولك انت وانت فانتظرها لأنها اتيانا ستأتي ولا تتأخر هتيجي هتيجي ومش هتتأخر بس استنى علي أنا حاطت خطوات أنا ماشي خطوة خطوة أنا شايف كل حاجة أنا عيني على الأمناء الأرض أنا عيني عليك لأتمجد مع الذين قلوبهم كاملة نحوي أنا هعمل كده أنا هعمل كده أنا مش حسيبك للنهاية أنا لي وقفة وقفة قاسية وصارمة جدا بس قبليها طولة أناتي طولة أناتي تقتاد الكثيرين إلى التوبة نمر أربعة أعزائي آتي في الليل للإرشاد والتنوير آتي في الليل للإرشاد والتنوير كيف تأتي أبي لإرشادنا وتنوير عقولنا لو تفتكروا دانيال عبد الله الحي اللي فيه روح القدوسين باعتراف الملك نبو خزنصر في دانيال 2 عدد 19 لما نبو خزنصر حلم حلم عجيب قوي وقال للمنجمين والصحراء اللي عنده أنا عايزكم تقولولي إيه هو الحلم وتفسرولي الحلم قالولوا لأ إحنا يا مولانا نفسر الحلم لكن نقولك الحلم إزاي إزاي هنعرف نقولك الحلم قالوا مسمعوا لو ما قلت ليشي الحلم إيه هو وتفسيروا إيه أنا حقطعكم حتت أنا حموتكم كلكم ولما سمع دانيال دانيال القديس عبد الله الحي وذهب إلى عليته وصلى يقول كده في دانيال 219 حين أئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل فبارك دانيال إله السماوات حبايب سر الله لخائ فيه وعهده لتعليمهم بسمع ساعات ناس يقولوا يعني إيه يعني إيه ربنا يكلمك يعني إيه ربنا يكلمك يعني إيه ربنا يكلمنا دي فكرة أنا بس تحسنها بقول دي ربنا جابها قدامي لا الله بيتكلم من خلال روح القدوس العامل فينا بيتكلم وبيتكلم بصوت عالي الله بيتكلم ولو الله مش بيتكلم معك لازم تقف وقفة وتقوله يا رب تكلم لأن عبدك سامع قل له من فضلك خليني أصبط الجهاز بتاع الاستقبال لجوايا عشان أسمعك ده سمويل الطفل الصغير قال له الكلام ده تكلم يا رب فإن عبدك سامع وكلموا الرب ما كان حيعمله مع علي الكاهن يبقى الله بيتكلم إلينا فكلم حين أزن دانيال كشف السر في رؤى الليل فبارك دانيال إله السموات فبارك دانيال إله السموات وراح للملك وفسر له الحلم وقال له بص يا جلالة الملك استنى ما تموتش كل الناس المرازبة اللي عندك وكل الناس السحرة وكل الناس اللي عندك دول سيبهم أنا أنا هقولك الحلم قال له طب قول كان الحلم اللي هو التمثال اللي كلنا أكيد قرينا عنه كذا مرة راسه من دهب وصدره من فضة وبطنه محقوايه من نحاس ورجليه من حديد وأصابعه من خزف إلى آخره وكان لي معاني كبيرة جدا في ممالك وأمم قادمة وكشف دانيال عن سر هذا الحلم وفسره للملك نبو خز نصر علشان كده بقول آتي بالإرشاد والتنوير الرب حينور زهنك الرب حيقولك اللي بتمر بيه ده ليه الرب حيقولك الظرف اللي انت فيه ده ليه لما انت تيجي وتقوله اضبط لي جهاز الاستقبال بتاعي خليني استقبل منك صح خليني أفهم أصدق صح رب هكشف لك سر الله لخائفيه مليون في المية عهدوا لتعليمهم مليون في المية كم من مرات تكلمني الروح القدس كم من مرات الله تكلم إلى قلبي وكل ما تكلم به حدث بالحرف الواحد بالحرف الواحد ولما الله هيكلمك هتحس سلام الله ملاك ما تفضلش متقلقل بعد كده لما صوته يوضح ليك هتحس بعد كده ان خلاص السلام ملاك وخية دي الخطة وهو ده الفكر اللي الله حيدهه لك من جيد اي امر انت عايز تسأل عليه مصمور 91 عدد 5 الآية اللي كلنا عارفينها اللي بتقول لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجا ما تخافش ما تخافش ما تخافش من اي حاجة ما تخافش انا الرب خلقك لاني انا الرب اله قدوس اسرائيل مخلصك ما تخافش ما ترتعبش انا معك في متى 14-25 لما التلاميذ خدوا المركب وكانوا حيعبروا الى الشط الاخر وقامت الامواج وكادوا ان يغرقوا يقول عن المسيح كده وفي الهزيع الرابع من الليل مضى اليهم يسوع ماشيا فوق البحر مبارك اسمك يا رب مبارك اسمك كانوا معذبين في الجذف عملين يجدفوا والدنيا مش نفعة البحر مش راضي يسكت الامواج اي موهيجة المياه بتدت تدخل في السفينة وهم معذبين في الجذف عملين يجدفوا ومتعذبين مش عارفين يعملوا ايه بنروح فين ونجي منين ده هو اللي قال لنا روحوا وعبروا الى جانب الناحية التانية روحوا لبحير الجناصار روحوا اتحركوا وهو كان عارف ان في بحر وفي امواج هتقوم وفي عواصف هتقوم عليهم وممكن يغرقه هو كان عارف وهو عارف اللي احنا بنمر به وهو عارف اللي انت بتمر به وعارف الاعصار اللي جاي عليك وعارف العواصف اللي جاي على المركب بتاعتك وكدت ان تغرق هو شايفك هو شايفك اوعى تفتكر ان يعني مغمضة اوعى تفتكر انه بيقولك امشي في الطريق ده وانا كده حقفتفرج عليك واشوفك تعمل ايه في النهاية ابدا لكن في الهزيع الرابع اتى لهم يسوع ماشي ينفوق البحر تقول مجدا ليك يا رب ليك الشكر وليك الحمد لانك هتأتي هتأتي ومش هتتأخر وحتقول البحر ابكم وحتقول الموج اخرص اسكت ولا كلمة وحيصير هدوء واستغرب التلاميذ لان البحر والموج والريح بيطيعانه بتستغربوا ازاي بتستغربوا ازاي ما انتوا لسه شايفينه كان بيطعم الجموع بخمس ارغفة وسمكتين ما انتوا لسه شايفينه ما انتوا لسه كنتوا بتشوفوا هو بيعمل ايه لكن كانوا ايه استعجبوا زي الريح والبحر يطيعانه طبعا ده هو اللي خلقهم امر فقهاجة ريح شديدة ولما يقول البحر اسكت حيسكت لو الريح شديد عليك لو الامواج علي عليك ثق وتأكد ان يسوع الشاطي شايفك ان الرب واقف مستني اللحظة اللي حيتحرك فيها ليك فوق الامواج واللي حيقول الموج اسكت خلاص طب خلصت على كده خلصت على كده انا جيت انا وصلت وسيصير هدوء عظيم يا جماعة ده الهنا يا جماعة احنا مش بنتبع خرافات مصنعة ده الهنا اللي اختبرناه اللي بيجي والابواب مغلقة اللي بيجي والدنيا ايما مش قاعدة اللي بيجي والدنيا مولعة نار اللي بيجي واحنا بنموت بيجي بيجي بس ليه توقيت محدد توقيت محدد ان امنت به ووثقت انه سيأتي على ظرفك وعلى تجربتك سيأتي ولن يتأخر سانية واحدة سانية واحدة مايتأخرش سانية الساعة بتاعته مش مؤخرة سانية الساعة بتاعته مزبوطة مليون في المية حييجي ومش هيتأخر آتي في الليل للإرشاد والتنوير حيجي نور ذهنك وحيجي فهمك انه هو الله القادر على كل شيء اللي حيصنع معك أشياء فوق الخيال لكن خميسا احبائي ثم آتي في الليل بالإكرام والتقدير أنا آتي بالإعلان والتبشير أنا آتي بالإنذار والتحذير أنا آتي بالتأديب والتذكير آجي أذكرك أنا آجي بالتبصير والتنوير أنور ذهنك وفهمك أنا بعمل إيه أفهمك لو سألتني لو قعدت مستسلم ومش عايز تفهم ده شيء هيرجع لك أنت أنت لا تكون خسران لكن خمسا أنا آتي في الليل بالإكرام والتقدير لأولادي أولادي الذين يتوقعون خلاصي يتوقعون بسكوت خلاصي جيد أن يتوقع الإنسان بسكوت خلاص الرب ده شيء رائع في إكرامه في تقدير الكلام ده حصل مع سليمان الحكيم فأخبار الأيام التانية واحد سبعة يقول كده في تلك الليلة ترى الله لسليمان وقال له اسأل ماذا أعطيك سليمان اسأل جاله الرب وقال له اسأل ماذا أعطيك اسأل أنت عايز إيه قال له رب أنا عايز حكمة عشان أقدر أحكم الشعب ده بحكمة من عندك أنا عايز حكمة قال له بس كده ده أنا هديك غنى وحديك ثراء وهديك حكمة ومش هيكون لأبلك ولا بعدك في الغنى ملك لأنك طلبت الحكمة بس وقد أعطى وقد أعطى فاكرين سفر أستير فاكرين أحشا ويرش لما كان مردخاي بواب عند قصر الملك وكان جاي من شعب الله ومن السبي وقصة أستير الملكة وعمها مردخاي وصنع معروفا مع الملك لأن كان فيه اتنين بيتأمروا عايزين يموته الملك وسامع مردخاي وبلغ الملك فقبض عليهم وكتب هذا في سفر أخبار الأيام والأن الرب عايز يكرم مردخاي اللي همان نويله اللي همان عايز يصلبه عايز يكرمه فلما طار نوم الملك طبعا ربنا هو اللي طير النوم من عينه فطلب أن يؤتى بسفر أخبار الأيام وحد يقراله فيه في نص الليل يقول كده في أستير ستة واحد في تلك الليلة طار نوم الملك اللي هو أحشا ويرش فأمر أن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام هتولي سفر أخبار الأيام الأجندة المفكرة بتاعته اللي تقرأ على ما سامعه علشان يفتكر إيه اللي حصل الأيام اللي فاتت وهو كان الأحداث اللي حصلت في الأيام اللي فاتت وحاجة كتبها نوتس كده في الأيام اللي جاي ولما قروا له عرف أن فيه بواب اسمه مردخاي صنع معه معروفا فقال لهم في حد كافئ الراجل ده قالوا له لا لا يا مولانا في حد صنع معاه معروف قالوا لا قال لهم طب خلاص وكلنا نعرف القصة جاب همان وقال له اسمع تلبسوا الرب بتاع الملك وتركبوا على فرس الملك وخاتم الملك وتمشي وراه وتقول ماذا يفعل الإنسان سر الملك بأن يكرموا ودي كان الضربة قد يلهمان أن يصنع هذا مع مردخاي البواب إكرام إكرام الله العلي حاش لي فإني أكرم الذين يكرموني أما الذين يحتقروني فيصغرون إكرام وتقدير آتي في الليل بالإكرام والتقدير ما حسيتش مرة أن الرب أكرمك أكرمك بأنه فعلا إدك شغل حلو أكرمك بأنه إدالك ناص لصالح أكرمك بأنه حفظك من حدثة معينة أكرمك بأنه أعطاك مال فيه تعيش عيشة مرتاحة أكرمك بأنه بيحميك كل يوم وبيحفظك وبيدبر احتياجاتك يوم بيوم بيقوتك ويقودك من وجه الضيق إلى رحب الله حسرة فيه إكرام وتقدير يقول عن المرأة الفاضلة في أمثال 31 سراجها لا ينطفق في الليل لذلك فهي امرأة فاضلة لأنها بتشتغل بتشتغل ليه النهار بتشتغل ليه النهار فحتى بالليل مش بتدفل نور وتنام زي باقي الناس ساعة سراجها بيبقى منور تنام ساعتين وتجري تقول ورايا 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 لازم أعمل كذا وكذا عشان كل أهل بيت يبقوا مستراحين ومبسطين عشان كده هي امرأة فاضلة الله أكرمها أكرمها المرأة الفاضلة لكن أحبائي عايزة أنتقل للنقطة السادسة وهي سآتي بغتة بغتة وبلا تأخير سآتي بغتة وبلا تأخير مرة واحد خادم سأل وقال أنا عارف الرب هيجي إمتى وكلنا تحكنا وبتسمى قلنا له وإحنا عارفين قال طب عارفين إيه؟ قلنا له في ساعة لا تظنون صح كده؟ هو هيجي في وقت مش متوقع خالص في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان يوم الرب يأتي كلص في الليل هيجي في ساعة لا تظنون عشان كده ينبغي أن نكون مستعدين لمجيء هذا اليوم العجيب العظيم الذي سيأتي فيها الله ليأخذ كنيسة الغالية على قلبه بطر ستانية تلات عشر بيقول ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي عليها هيجي أخذ الكنيسة والأرض بعد كده هتولع هتولع خلاص اللي عايزهم جي أخدهم إدى فرصة لبني آدم طول ما هو عايش في الأرض كل مدة أجله إدى له فرصة كبيرة جدا ويقول له توب وارجع توب وارجع له تمحى خطياكم وتأتي أوقات الفرج من عند رب توب وارجع سلم حياتك اقبلني فادي حياتك ومخلص علشان يبقى لك حياة أبدية يا ابني علشان أنا أكون لك أبا وأنت تكون لي يا ابنا اقبلني لكن يرجع ويقول جميع الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هتوهم واذبحوهم قدامي لأستوفي دمي منهم يا جماعة دم المسيح مش شوية يا جماعة دم المسيح ده معروف سابقا من قبل تأسيس العالم أوعى تستهين بالدم الذي يسفك لأجلك حاسب فيه إنذار فيه تحذير ليك أوعى تستهين بدم المسيح الذي جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك ارجع إليه سلم له حياتك سلم له قلبك خليه بأبوك السماوي هتكون أسعد إنسان على وجه هذه الأرض لأن الرب نفسه الرب نفسه سآتي بغتة بلا تأخير الرب نفسه بهتاف وبوق سوف ينزل ونحن الأحياء سنتلاقى مع الرب في الهواء أول محطة هنجري عليها تكون السحاب لأن الرب نفسه بهتاف جاي لنا بالترنيم هو جاي لنا بالبوق بالهتاف لأن الرب نفسه بهتاف مؤتي الأغاني هو جاي بأغاني هو جاي بهتاف هو جاي بترنيم وبأبوك وبوق الله سوف ينزل ونحن الأحياء سنتغير ونحن الأحياء سنتقابل مع الرب وحنكون مع الرب إلى أبد الأبدين لذلك عزوا بعضكم بعض بهذا الكلام لما تلاقي أخوك مداي قلوا الرب أربي يجي لما تلاقي حزين ودمعته على خده لما تلاقي مجرب قلوا الرب أربي يجي خلاص ما عدش فيها باقي خلينا ننتظره لأنه سيأتي بغتة ولا يتأخر لكن سابعا وأخيرا أحبائي أقول وأنا وأنا يا رب وحضرتك وحضرتك وأنا أيضا سأتي إليك وأرنم وأغني لإله القدير أنا بغني في الأرض أنا بغني هنا في الأرض في مزمور 162 يقول في منتصف الليل أقوم لأحمدك على أعمال برك أنا لما بأقلق على طول قلبي بينادي عليك أنا لما بأقلق قلبي بيرنم أنا لما بأقلق بنادي عليك وأتكلم معاك كالخل مع خليل وكالصديق مع صديقه ده دا وانا في الأرض وانت عايش فيا فكم وكم حينما ألقاك حنرنم ترنيمة موسى والخروف حنرنم ونقول له مستحق أنت أي الخروف المذبوح أن تأخذ المجد والعظم والسجود يا من ذبحت واشتريتنا لله أبيك من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان ليك كل المجد يا مؤتي الأغاني في الليل مؤتي الأغاني في الليل خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حبيبي معاك حبيبي معاك أنا ما بخافش حبيبي معاك أنا ما بخافش ماسك إيديا وانا همشي وفي كل ظروفي ما نسكش دعانك صارعنا ما تنعشي حبيبي معاك حبيبي معاك حبيبي معاك أنا ما بخافش حبيبي معاك حبيبي معاك حبيبي معاك حبيبي معاك حبيبي معاك حبيبي معاك أنا ما بخافش حبيبي معاك أنا ما بخافش ماسك إيديا وانا همشي حبيبي معاك حبيبي معاك حبيبي معاك حبيبي معاك حبيبي معاك حبيبي معاك حبيبي معاك